المتدى كابتن هشام رشاط. كابتن هشام أعلن بيك. مبسوط ينا معك في العالمي وفي التاريخ. انت التاريخ ولا الميек. لأ احنا في حاضرة العالمي با ما فيش علامة واحد بس. العالمي والتاريخ انت التاريخ. حبيبي. مبسوط ينا معاك. لا انا طبعا كمان مساعدة بيك بتابعك مع كابتن حلب سمين من زمان مل Pinpanimo كنت في الزمالك وبرضه اسم كبير من الاسم Mountain ر Thank you. وحبايبك نعمل حلقة حلوة إن شاء الله. قل لي عايز تبدأ بإيه. ما فيش اهم من الدوري. آآ النهاردة بلا شك آآ تلات مباريات. مهمة جدا. آآ الزمالك كان في مطب فكرة ان هو اصراعه مع بيرمز على فكرة البطاقة بتاعة افريقيا. بزبط. آآ وفي حتة ان انا دايماً هدب ورا النادي الاهلي. لأن دلوقتي الكرة في في ايدي ان الاهلي مش في ايدي انا دور الزمالك ان انا احاول ادايا الدنيا واستنى زي مباراة زي النهاردة وارد ان يحصل تعادل وارد يحصل خسارة. لكن واقع الامر آآ عجبني فريرة جداً اخر مبارتين. آآ آآ. معك اهو الترتيب اهو. يعني تخيل النهاردة انت بكامل زمالك تمانية واربعين نقطة. مهم. لو كان خسر وبيرمز كسب كان فرق. بزبط. بزبط. وكنت دخلت في قصة لان الناس مصر كلها. لغاية دي باتي بالشام. لآه لسا لسا فضله آآ آآ ثلاث مباريات. آآ. فلو كسب كله آآ بتتكلم في خمس نقط. آآ بتتكلم في انت المباراة زي النهاردة دي كانت ممكن تبقى مفاجئة مطش المحلة. وخلي باقي برضو ان كنت بتتكلم مع الزمال النهاردة فيوتشر في مباراة معينة آآ يعني لو قد فيها و و و و و و و و مباراة دي كان هيبقى برضو مزحم قوي جداً في بطولة واحدة. فالدنيا فراش. آآ كابتن علي مارا عامل موسم رائع. انا مبسوط جدا 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 بجد. يعني انا بحب اتفرج على الكرة الحلوة. قالوا لي اللي نميدو وهو بيتكلم من روت كرول. اتكلموا على علي مهر ومبسوط جدا. لا بيلعب كرة حلوة جدا. انا على المستوى الشخص يعرفه. بس فعلا اللي يعرفني انا ما بجملش في الكرة. كابتن علي مارا عامل كرة حلوة جدا. جريء. بيحب بيلعب كرة هجومية. اه عامل شغل جامد جدا مع فيوتشر. ومبسوط جدا انه هما في المربع. وزي البنك الاهلي وزي الاندية دي كلها انا مبسوط جدا بيها. انت انا قطعطي كلام كنتكن توقفه على لما يعني اهلي زمالك فيوتشر او اه 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 ايسف او. زمالك. زمالك زمالك فيرامدز اهلي. شايفي اللي عملية راحه فين. لا. الشايفي بالثلاث مباراة للنادي الاهلي هيروف فين. الواقع. إن الأهلي هيكسبه الأهلي ليه؟ لأنه هو جمهوره لن يقبل بعد خسارة الدوري أبطال أفريقيا إنه هم بعد خسارة الدوري السنة الفاتت التلات مباريات دول أنا بكلمعك على التلات مباريات ولا عمتاً على دوري كلم على دول وممكن يبقى لك فيجن الدولي لا والأهلي والزمالك وبيرامدز هيقع يعني هيكسب ويتعادل ويخسر لأنه خلاص المستوى تقربت ما بقاش إنت النهار ده بتلعب المحل انت بتلعب المحل بزبط أخضرت كم فرص رهيبة الشوت الأولاني كان ممكن المباراة تطلع واحد واحد النهار ده زمالك بيلاعب البنك ضيع 4-5 فرص مؤكدة الشوت الأولاني اللي جاب الجول هو البنك وكان ممكن المباراة تروح في حتة تانية غير السنة تخذوا البنك أدى إلى فوز زمالك بالزبط فالفكرة كلها أنه لازم الجمهور المصري يفهم أن الكرة تغيرت الفروق الرابط فيوتشر دلوقتي حلو قوي الكلام وبيلعب الزمالك بزبط وكان كذبان الزمالك في الدور الأول والأهلي متقادم على الأهلي طبعا وتعادل مع الأهلي هل بالك أقول لك حاجة فكرة أن أنت تلعب الأهلي والزمالك أول طلع عليك وتلعب بالثبات ده زي فيوتشر لما جي لعب الأهلي تعادل مع الأهلي لأ أنت مولود كبير يعني مولود كبير فكرة لأن الإسم النادي الأهلي فيه لعيبة ما بيتنامش بالزبط لما بتلعب أهلي وزمالك فيه لعيبة ما بيتنامش الأهلي وانتظار المدير الفني الجديد سامة أمسان بدرب المدير الفني المؤقت والمدير بالعام لكل التقدير والاحترام شايف يعني الأهلي يستعجل في استقطاب مدير الفني بسرعة ولا شايف أن سامة أمسان ممكن يلعب ثلاث مبارات دول والأمور تبش معها بشكل كويس هي الفكرة في حاجة فضل الأهلي آخر حاجة يفكر فيها الدوري لأنه هو ده كده بيأكل واشرب الدوري ده بالنسبة لنادي الأهلي مهم جدا للجمهور لكن دايما عيني على أفريقيا هو ده الهدف الكبير الكلام دايما بقى بيبصر بيبصر الحتة دي بالزبط فأنا في الوقت كابتن سامة أمسان مش هقول لأ هم ضرب كويس بس لو خاض تجربة برا النادي الأهلي الواحد وسنة هيرجع مدرب كويس جدا لأنه فيه قرارات بيأخدها في الملعب كويسة جدا كلام محترم بس فيه حاجة اسمها تماما في الكلام ده لأنه فعلا كلام ده من بدري كل ناس كابتكلم على سامة وامسان بشكل شكل ده وأنه فعلا يعني ولا يكمل الموسم ده ده موسم ده ويبقى ده في اللي جاي أنا هقولها الحاجة فكرة أنه أنا مش هعايز أصدم لكن الخبرات بارت جدا في موضش الزمالك ترجمة نانسي قنقر